اشتركوا في القناة وهو نوع من المباريات التي احب خوضها واضاف اعتقد ان اي لاعب يحب المشاركة في تلك المبارات الامر يكون مثيرا ويجعلك متحمسا ومن ثم عليك خوضها واوضح صلاح قائلا اتمنى ان نفوز بمواجهة منشست السيتي ولكن السيتي يمتلك الافضلية لتقدمهم في جدول الترتيب بنقطة ولعب المبارات على ارضهم في ملعب الاتحاد وعند سؤاله حول غيابه على التسجيل اوضح صلاح لست قلقا لغيابي عن تسجيل الاهداف وما زلت هداف الدوري الانجليزي لا يهمني اذا سجلت ام لا من الجميل ان اسجل لكن اذا لم اسجل فلا يهمني اهم شيء فوز الفريق واكد محمد صلاح امل ان نحقق الفوز على السيتي ولكن اهم شيء لنا هو عدم خسارة المبارات تحدث المدرب معنا واخبرنا ان نستمتع وننطلب واضاف منشست سيتي سيكون لديه الافضلية اكثر لكن نحن نعرف كيف نلعب المباريات الكبيرة فالسيتي لديه الافضلية بالطبع لانهم متصدرون بفارق نقطة وسيلعبون على ارضهم لكن نحن لدينا الخبرة واضاف لقد تخيلت في عقلي اننا سنسجل اربع اهداف في السيتي لذا سيكون شيئا رائعا ان نعيشها على ارض الواقع امل ان نحقق الربعية ونستمتع مع المشجعين في المدينة واكد صلاح ليس هناك ضغوطات علينا الاستمتاع باللحظة والاستمتاع بقتالنا على كل شيء نحن قريبين جدا من تحقيق الربعية ونحن بقمة مستوانا الان لقد فزنا باخر عشر مباريات بالدوري ونحن بمسار جيد وامل اننا نفوز واكد صلاح قائلا نريد الفوز بدوري ابطال اوروبا والدوري الانجليزي هذا اكبر اهدافنا كلعبين وكفريق الاهداف ستأتي عاجلا غير ااجل لكن اهم شيء هو تحقيق الفريق للانتصار ويتصدر منشستل سيتي ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 73 نقطة يليه لفربول بفارق نقطة واحدة ولكلاهما مباراة مؤجلة وسيواجه منشستل سيتي ضيفه لفربول والمقرر لها في الخامسة والنصف مساء غدا الاحد في ملعب الاتحاد اشتركوا في القناة